بعد الحمد لله النفط الكويتي ارتفع ليبلغ 83 دولار و 70 سنة للبرميل بينما ارتفعت سعار نفط متحولة للتعافي بعد تراجع في وقت سابق من الجلسة بدعومة بتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك وحلفائها بقيادة روسيا أوبيك بلس سيواصلون خفض الانتاج لكل من الخامين القياسيين تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 59 سنة ليبلغ 83 دولار و 70 سنة للبرميل وأما الأسواق العالمية ارتفع سعر خام برينت 6 سنتات ليستقر عند 84 دولار و 38 سنة للبرميل كما ارتفع النفط الأمريكي الخفيف 76 سنة ليصل إلى 83 دولار 57 سنة للبرميل اشتركوا في القناة